مرحبا بكم في عدد أجديد من برنامجكم حكاية نجاح يقال أن الحاجة أم الإختراع والإبتكار وأجمل إختراع أو إبتكار هو الذي يخدم الإنسانية ويفيدها ضيوفنا العدد اليوم نقدر نقول عليهم شباب مميزين في عمر الظهور جاو باش يشاركوكم حكاياتهم إنجازاتهم ونجحتهم افقوا معنا باش تتعرفوا عليهم عدد ولا عدد راني نكتشف في الأبطال والشباب الجزائري باللي عندنا نوابغ عندنا ناجحين عندنا مختلعين عندنا مبتاكرين يستنوا فقط شكون يسلط عليهم الضوء واليوم راني متشرفة وراني سعيدة بتواجد نجوم بتواجد شباب مبدع معايا هنا في البلاتو جايين يشاركوكم حكاياتهم ويحفزوكم بها أيضا ويشجعوكم بدون إطالة نحن نتعرف عليهم بداية بأكرم معوشي مختلع روبوت متخصص في التدخلات أثناء الحرائق والمناطق الخطرة عوض الإنسان يا أهلا وسهلا شارف لأننا نكون من هذا البرنامج شكرا على الاستضافة سعيدة بتواجدك يا مرحبا بيك منين جيتنا أكرم؟ من ولاية باتناء نشاء الله خير للناس ناس باتناء شارفتونا ورد وأيضا نرحب بالرائعة حياة صالحية مبتكة مرشح مياه بالطاقة الشمسية متعددة الأغراض هكذا صحيح مرحبا بيك الله يسلمك صحيتي ونقول لكم كامل أزول فلاون الكامل الناس اللي هم تشوفنا وشكرا بزيف بزيف على حسن الاستضافة تحكم وعلى أنكم أعطيتونا فرصة أن اليوم نبانو وإن شاء الله نلقاوه اللي يسمعنا ويشوف أفكارنا أكيد أنا أصلا اختيار بتاعي لكم ما كاش هكي باك أنا مؤمنة باللي ستوصلوا الفكرة تاعكم وستوصلوا حتى نجاحتكم وعشقكم لهذا المجال شرفتو ونورتو شكرا ومعنا أيضا الرائعة مرام مبتكرة خلية ذكية للحماية من الاختناق بالغاز أهلا وسهلا شكرا الخير شكرا على الاستضافة يعطيكم الصحة ومرحبا بينا عندكم مثلا النور أنا اللي يوم سنقول لكم مرحبا بينا عندكم بأفكاركم بإنجازاتكم مشاريعكم نقدر نقول عليكم رواد أعمال المستقبل هكذا ما شاء الله كما قلنا أنه العادة تعالي هاليوم رايح يثبت وراح يعني يعني يبرهن للمجتمع الجزائري أنه عدنا شباب فعال عدنا شباب ناجح عدنا شباب عنده أفكار عظيمة فقط يحتاجوا ربما اليد اللي تزيد تعاونه باش يجسدها على أرض الواقع اليوم جايين تشاركونا أفكاركم ونزيدون تعرفوا عليكم كتر فيها أوكي؟ جاهزين؟ جاهز ما شاء الله نبدأ بيك أكرم بدأ بينا قبل ما نروح نتكلمه على أكرم يعني المختر يعني المبتكر الرائع نحن نرجعونا هذا على أكرم تعرفنا أكثر بروحك وتعرفنا على أكرم كيفاش كان في طفولته وش كانت الميولات التاعه فضل نعود مرة أخرى أكرم يعيشي من ولاية بيتنا طالب صناعات إلكترونية مصر دو نقرف جامعة برج بوري ريج أنا من اللي كنت صغير أنه نحب الجانب هذا التاع الروبوتات الجانب هذا أنه علاج شوال كي كنت صغير بكري أنه نطلع على الكتب مثلا غير نشوف ليزيماج برج وش نلقو نشوف لي رابو هذا وكنشوف كانوا يحويجي أطيروني ش حكا نفعمار كي كنت صغير كترون كي كنت صغير ما زل ما دخلش نقرأ نزل غير نشوف برج العجبوني كيف هذي موسيه كيف هذي جاية هكا ماذا أفري ما بدنا نقرأ في الإبتدايا شوال اللي نتعلمو الحروف كيف هنطلقوا الكلمات وليت نقرأ هكا وبيجي شوال شفيت وقت قالونا ديرونا التعبير كتابي وش تحبوه توليو في المستقبل ولا وبيجي قلت لهم والله أنا حبيت نخدم رابو قالوا حتخدم رابو حتدير هكا وحتدير هكا قالوا هالك شوال فرحانين أنه عندك هذي الفكرة ولا قالوا هالك تعملوا مستغربين نعم شوال مستغربين أنه كيف أنه جون بيتتظر على المجال هذا أو اللي هو واحد ما سامع به الوقت هذيك كل حاجة كماك كنت نقرأ في الإبتدايا كنت ما كنتش منوع ذلك ليجيب علامات كبيرة كنت متوسط كنت عادي نقرأ شحال علامات تاعك سبعة وستة ها هي هذا الأمر سيحفز بزاف أولية أعلى بك علاش لأنه كاي اللي يحكموا على أولادهم اللي يجيب سبعة وستة باللي مستحل يولي يناجح ولا يعندوا أفكار يعني من هذا الباب نقول لكم أطفالكم اللي يجيبوا معدل ربما يكونوا متوسطين في الدراسة تحهم ما تحكموش عليهم ما تبرمجوهمش بالسلب صح بالصح شوال مبعدك تقولي أنت تفق لراوحك تقولي على بالك رح تتقرأ ثم تقولي تقرأ من أجلبها تتعلم من أجلبها تتعرف الحوايج صحيح وكيفاش كنت تنمع بين العائلة واشنو هي يعني أربما واشنو هي الأمر اللي كنت حب تتفرجهم واشنو ما أكتر الكتب اللي كانوا كنت تتطالحهم في هذه الفترة بو حنا يا العائلتان كانوا عندنا كتابات شوال الأمة التاعية هي أستاذ في الاجتماعيات جيب لنا مرات شوال كتب من المكتبة وفيهم الأمور شوال حوايج صغار هكا تشكيليات الأمور هذيك وثاني شوال عند الأب التاع عنده كتب ثاني في الإلكترونيك عنده في بزاف مجالات هكا كنت ديما هكا نشوفه غير تصاور قلب 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 تصاور هذوك ديما يخليوك يبينو لك حاجة صورة في رأسك أنك تبغي تدير حاجة أنك تبغي تدير عفسة هكا ومام شوال كي كنت صغير هكا مالقري كنت نحب ندير لي رابو وجدرت وشتر رابو هكا في الكتاب وجدت حكمت الكارتون هيا ركب منا منه وقعت نشوفه قلوا معلها ما حبش يتحرك هذا سما خدمت رابو بالكارتون نحن نستمرت حالك نشأ الله نشأ الله لا تفهم في الي كان هناك حاجة فيها ومالتعام، ومالتعام حبيث بدأت مع أخي قابيرة مع موتور صغير ومتعني نعبها ونشوف محبين يدورون لي بلاي ومالتعام بقيت العمل عندي حب الأمور هذي و كي كنت صغير سيد جربت قدرتك أسراب هذا كما تقول بالبيلة كي كنت صغير لا كان حاجة لي توجهني تقول يا أفاا وكي لازم تتعلم وكي لازم تعرف كما ذلك كانوا العلموا الاردوين وأمور هذه الصغار سما يقدروا جسده وانا كي كنت صغير كنت أمنى أن نجد البياسة مني نجيبها مع الباليش وان إيسي شغول نبريكولي كما يقولوا جيب هذه مننا وركب مننا شغف تحب حاجة هذيك إيسي ديرلي عليك إن شاء الله وكنت تخرج تلعب مع الأطفال وما كنت عندك كامل هذيك وكنت نخرج وكنت وش كنت تلعب واضحيني شفية الألعاب بتاعكم تعجيني راسيون بتاعكم كنا نلعبوا الغميضة البالون وكنت نشغل مرس رياط الكونكفو وشو كنت نشغل كنت نروح ننتريني نعود نوليران ببرا طالعين هابطين إن شاء الله هذا هي كنا نعيش بيوصي إن شاء الله كامل لعبنا الغميضة مكشو حت فينا ملعبه وكنا هذر مثلا على مرحلات عن مراهقة في الليسي أسكو قعت في نفس المستوى الدراسي مطلعت ولا أنا أصد في السيام أفانسيت إن شاء الله هذا هو إشغل ثم أوليت نقرأ أوليت نحوص نفهم الأمور من إن جاءت ومبعد مامل ثم كنا نقرأ الانفورماتيك كنا نقرأ وليك سال والورد هذا وشغل دي شا كنت نعرف الأمور وشنو كنت نحوص نسمع لغات البرمجة شو ما نعرفش كيف رح نخدم بيهم ولا كيف شكون اللي رح يعلمني إن شاء الله ما كانش مصدر كيف هندير مام تروح اليوتيوب وتلقي هذوك ليه يهضروا لك يعيوك ما تقدرش تتباحهم من بعد كي وصلنا لليسي درت تخصص تعيه هندسة كهربائية لثم شغل قرأنا على ما بدء الأساسية تاع الكهرباء ولثم تزيد نتعمق أكثر ونفهم كيف أنه مام المشاريع ذوك اللي كنت مديرهم في بالك يكون صغير أنا دي جاني نفهم كيف حيتندار وكيف حنركبهم وكيف حنمشيهم ومام شغل حناية في الثانوية الإخوة يلوز بيوات طاقة عندنا مطريال مع أنه مش مقرر أنه راح نديروا تيبيات كما يقولوا وشنو الأساس تاعنا كان يدير اللي عليه ودرنا تيبيات ونفسهم تيبيات هذك اللي راح يديرهم في الجامعات ذرك وكونا ثم تشوف قدامك ذراع رباطية تتحرك تشوف قدامك تطقي رولون تشوف قدامك سيستام أنه يفرز القيطة الحمراء والبيضاء مثلاً ثم تشوف قدامك ثم تقول لي حاجة مش خيال ثم خلاص دوك أولت حاجة واقعية بالنسبة لي لا حطرك شكان عفاس تقول لاني نظري برك بس صحة تشوفها أون ريال ثم تزيد تتعلم كثير ثم خلاص أكيد أنه مدام هذه متواجدة في الحقيقة معنات أنا حنقدر نوصل لفكرة تعويق قادر ننجز فيها بارك الله وفيك أكرم عزيز تيمارا لابس لابس الحمد لله مرام كما تعرفنا على أكرم ماذا بنا نزيد نتعرف على مرام شكو هي مرام وتحكينا شويها كيفاش كانت مرام في صغرها حمديني مرام شمس الأصيل لعمر عشرين سنة طالبة جامعية تخصص حقوق بون في الصغور نتاعي يا نايا براس كنقل من نعومة أظافر تاعي وأنا في السبور نخلنا باب و أنا وخبتي في الجيدو كنت مع جيدو لكمبيتيش يوتو حاجة واحدة أخرى حكاية الإبتكار كي كنا في الدارة أنا وخبتي توجر كنا نحب وننسي وهذا العفيز شفالها أول مرة حاجة اللي بدينا بها أنا وخبتي في الكتاب تاع التربية العلمية كان واحد في الصفحة الأخيرة كان واحد تاع المصعد الآلي بو أنا وخبتي حبينا نجرب وخدمناها كيفاش زع ما درنا صنصر ودرنا شغل هكا بوات وباش بوات الداخل وبالخيط وبعد من هي زع ما لتطلحها وتخبطها مثل ما بدأت شاكا في عملك هذلك الوقت كنت في البريمار بريمار وكي تقولي أنا وخوتي أنت حياتك كاملت كنت غير مع خاوتك هاتا أو كنت تخرجي تلعبي مع الولاد كنتي ما كنتش نخرج بززاف بس كي كنت القراعية دار سبور ما مكسيمون كنت في سبور ما شاء الله هو العائلة تاعك نعود أن نرجع لأنا وخوتي يعني مش فقط مران اللي تعشق هذ المجال حتى بإخوة تاحا أخبتي ثانية عشقوا المجال الأخ تاعك من شاء الله عليه هو الذي يعني اخترع مؤخرا تعال السوار تعال الذكي كان الحذاء الذكي من بعد رحل السوار الذكي ما شاء الله العائلة تاعك أنتوما متأثرين بيهم أسكو الوالد والوالدة أيضا في هذ المجال ويحبوه لنتوما خرجتوه يعني هكا الوالد ما هوش في المجال والوالدة ما هوش في المجال هم اللي يدعمونا هم اللي توجدوك في نارينا أي حاجة نحبوها نسحقوها شغو كمام مثلا كاين والدين ولادهم يحبو يخدمو ذيك العفسة ولا تلقيهم وكفين ضدهم شغو ما يخلوهمش يخدمو بلك ينهرهم يبعدو ما ليهم زيش تعودها يضربو حنا لا لا بابا وماما كانوا بالعكس كنا نروح نوري لهم وطريبيا نزيدي طوريها زيدي ديري العفسة كحاجة وحده أخرى كما تقولي كاين والدين إما يأثر عليك تأثيرت على الأب إما يأثر عليك بسدي أو الإيجابي وفي الإيجابي إما يأثر عليك أنه أنت والتي تحب تكون تقلده لأنه هو مبتاكر إما يأثر عليك من ناحية أنه يدعمك إذا هو مشي في مجال الابتكار رح يدعمك الله هي ذائعك لا بابا يزورك في المجال الابتكار فساحنا تدخلنا بسيف ولا معنا ولا يفهم في حواجها كمان في السبورسيكو لاشفال هذا العام كنتنا بريباري وحد الكمبيتيشو هذه الموما كاش مع مش نخدم بابا كنت نبس لاتوني تعل كيمونو ويدخل الطابي بيش نخدم أنا معه بيش نتعني نتعني نواجد روحي لكمبيتيشو ونخدم مع بابا ومن قرأتو خاطي جيدو مين كون تباطي معه ما شاء الله نعمة الوالدة هذا مش تحتاج أصلا الفتاة تحتاج أنه الوالدة حي يكون داعم لها ويكون سند لها رب يبارك لك فيه ويحب دو يا رب نعودنا نرجع تنمارة من ناحية الدراسة هدلنا على ناحية عشقك للإبتكار من الصغل حكينا شوية على الدراسة كي كان أكرمي هدر على المواياتاو تفكرت كي كنت في سيزيام كانوا عدنا مفوت الفحوص عدنا ثلاث فحوص تجربية طونك في الفحص اللي هو الخلاص في الماد ديت دوية دمي كانت شوك دوية دمي فاش في الماد في الماد في الماد اهه دونك ساقرص أماميغ تالما مشيت شوكات زاما ضربتني ولا بلاكس جبتني عندها حطتني كل يوم لزيكزيرسيس كل يوم نحل كل يوم في الدوزيام سمستر ديت ميور نوت في الماد ان شاء الله شفتي تبدل تمام البروفتاعي شغل شوكات كيفاش زاما كنت من دوية دمي طلعت الميور نوت من شاء الله هذي يتان عندها علاقة في علم النفس بردة الفعل لأنه حياتنا 99 بالمئة مبنية على ردة الفعل ردة الفعل قادرة تخلي الإنسان ينجز كما ردة الفعل قادرة أنه تحطمه يعني الوالدتها كان ذكية جدا ردة الفعل تحق خلاتك تطلعي مش تهفضي ربي بارك لك فيها أيضا من شاء الله بعد تخلت في سيام كملت مع سبور قرية سبور قرية المعدلات التاعكي كما هكا أكرم قال لك أنا كنت متوسط كيفاش كنتينت؟ كنت كان ساز ديسات هذي هرموية تاعي كنت مع الوالا لأفس يوم كنت مع الوالا إن شاء الله ومبعد نشفر هون دو ميل ساز تخلت شوفي بابا تلمون شغل عشقنا مجال ابتكار بابا شغل شار شار كش مكان أسوسياشيون كش مكانا كأيكول بريفي ولا لأسوسياشيون جامعية الإبداع والإبتكار العلمي لويلة المسيدة هذي في السنة جحال؟ أنني ميل ساز جي تي كنزة قبل ليسي قبل ليسي قبل ليسي كنت في البريم مهم دخلنا في اللول كنا كي بدونا نقرأ في البروغرام بدين مع السكراتش مع المبلوك ومبعد بشوية بدين مع السيسي بلس بلس فهمي هالي هادية غير بلعقلت أنت عليها غير بلعقلت أنت دخلت الدعمال هذا أكرم يفهمهم أشرح هذي هذو لغات البرماجة لغات البرماجة سكراتش خدموا به لولئة صغار شغل اللي يقدروا يبدو يبتكروا ألعاب هذا السكراتش كي يبدو ولولد ما يخليهم شي ملو برأكزمت لكل واحدة عنده حب الإبتكار كي يبدو في السكراتش تعرفي كيفاش يبدو زع ما يخدم جو زع ماك يزيد يتحمس ومبعد بدينا في الامبلوك يعني إحنا كي كنا صغر ومبعد من كبرنا شوية دخلنا في السيبيوس سيبيوس هذا وشنو؟ لغات البرمجة الأردوينو كيما هنا كيما في المنزل تايهنا يعني خدمة برمجتها بالأردوينو وهذا المستوى العالي كامل؟ لا لا كاين كاين الريس بيري باي كاين البيثون كاين الجافا كاين بزع صحي شغل نتقدر تقولي في الميور بريس كي يخدموا بها بزع في السيو سي سي بريس وش هاي أكرام هذي أكتر حاجة اللي ولا كاين أعمق هي كيما نقول في البيجنر يعني الواحد مبتدأ ديما يروحوا الأردوينو خاصة نشوفوا اللي ترونجيني لقاوهم أنه الطلبة الولادة وهم صار يقاف سي أم ولا في الابتدائية دي جاوة كي بدأ السيد يتعلم بالأردوينو ولا يبروغراميو ولا شغل هذا الشي أنه يخطركش أنه عبارة عن ألغوريتم أنه يخلي الطفل هذا كي يتعلم كيف هي حل المشكل براهو ما شاء الله هاي ومعاد كيت تدخلي في المجلة إبتكار رح تدخلي سيلكي مجلة متعددة كل واحد شبحت تحبيت فإنه عالم كان في الذكاء الإسطيناعي كان في البرمجة كان في الإلكترونيك وحنا مش نوكونا شوية منها شوية منها شوية منها بش نخدموا لي ماشين ضونك بش نخدموا لي روبوتيك لازم شوية الإلكترونيك بش نعرفنا ركبوا الأجهزة تتوعنا وشوية البرمجة بانعرفوا مبرمجوا شوية ماذا كاريسطينا سما هذا كامل في السنة الستاشة الخمسة شوفي ماشي في السنة الخمسةاش يعني قلت لك في السنة الخمسةاش بدينا مع الشغل الإتاب بريتاب هاي 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 ما شاء الله بدينا بسكرات شغل المرحلة بمرحلة ما شاء الله لكن مرحلة تعالت تانوية نفس الشي في التانوية قعتي في الإنجاز تاعك قعتي في اللا وش قريتي أصلا يعني وش كنتي تتخص بريمياراني كونسيونتيفيكم بعد الزياماني تخصصت ماتيماتيك فاني قلت لك شتي هذيك تاع السيزيام هذيك لانوت تعالمات هي اللي خلت لي وليت في المات تاعي من ديك المرة وليت المشورة تعالمات ندي فيها ما شاء الله يعني كما ركو تشكوا مشاهدينا يعني الشباب اللي رم معانا يوم مثلا مارام قالتك أنا من كل البستان ندي زهرة نفس الشي بالنسبة لأكرام حنا نروح وفاصل قصير ونعاود ونولو باش نكملوا حكايته مرحبا بيكم حبايب مرة أخرى كما كنا نهضروا معنا ما قلت بلي طلعتي للثانويات طلعتي سيونتيفيك ماذا بدلتي ومبعدة كيفش كنتي في الباكالوريا حكينا في الباكالوريا دونك أنا الباكالورية تاعي ما جبتاش في عامي الأول وما جبتاش في عامي الزوج حتى تروازين فوابا جبتها شوفي البريمير في البريمير شغل أول مرة نفوت الباك وما جبتوش جي شوكي ومبعد شغل دوزيان فوا ثاني ومبعد درت الإيرادة ولازمة وجبتو الباك دونك كيفش كانوا مشاعرك معنا في ديك الفترة أنه فتاة بالستاش المعدل خمستاش ما تجيبش الباكالوريا مرضت مرضت المرة الأولى ومبعد كان لي وكفوا معي هم أدرنا ماما وبابا وخوتي من انسان لهمش بوسكيو كما جوش همم نقدر نقول لك تحطمت انتها صح تحطمت بوسكيو يشغل واحد يكون يقرم لي حوما بعد ما يجيبش الباك وش هو السبب اللي يخليك اشتهاب اللي يأثر على نتيجة تعكف الباكالوريا أسكو هو الخوف ولو شنو؟ عندي الخوف بزاف مارغري هذه المرة الثالثة اللي راح نعوده مامسيك روحت مفوت بصحكاك والخلع يجبتها سمانا كومبري وانا خلع والحمد لله في الأخير هذا هو جبته يقعد الباكالوريا مش معيار ستقيني مش معيار للنجاح أكثر المبديعين تلقيهم ليجيبوا المعدلات 16-17 تلقيهم الباكالوريا ما يجيبوهاش يمكن الخوف فديك البانيك معنا كاي العوامل نفسية اللي تأثر بالتالي ما نحكمش أنا على الطفل باللي ماشي ناجح على أساس انه ما جابش الباكالوريا العامل النفسي عنده دول ما شاء الله عليك مارام على بالي باللي كان كي تحكي هكا كي بزاف أشخاص اللي يشوفوا فيك هم حفزتيهم معنا كي ما جبتوش كي نعودوا ونعودوا بعدتك قادر من ولي مخترع ومبتكر وكي مارا كي تشوفوا مارا ماذا بقدرت انتو متان تقدروا نروح ليك حيات عزيزتي أنا مستمتعين مع أكرم ومع مارا مع البالي حنستمتعوا أكثر معك تفضلي يا حبيبتي حيات عارفين بروحك اسمي حيات صالحي من ولاية البويرا طالبة بالمدرسة العلوم البيولوجية في وهرن عندي مشروع لتصفية مياه المنازل وللمياه ان جنرال نشاء الله نرح شوية للطفولة قبل ما نوصل الانجاز نرجع للطفولة طفولتي فاتت كأي طفل عادي يلعب يحب طراب يحب مثل حاكاي شتقش كبير عليه ويلبسوا صبات كبير عليه اللي تالون كبار ويلبسهم كما اي طفلة كما اي طفلة كما يحب طراب ويدي طريحة من بعد من عند ماما أخي وصخرا طفول هذه المشردة كما اغلب ليزا جوين فاتت عادي ومن ناحية القرية كما من صغري كنت نقرأ بزع ونجيب معدلات بزاف عالين ودايمن اللولا ونشفع لكرة المدولة كان عندنا كرة المدولة اللي كام اللي يدونوا فيه التلاميذ اللي يقرأوا معاك والزملاء اتواعك كام اللي يكتبوا فيه وكام اللي يسجلوا علاماتهم فيه لحد الان زلني محتفظة بهم كنت دايمن دايمن انا اللي ننته تخيلي من الابتدائي حتى المتوسط والثانوي جديك سيلونت ما شاء الله شو اللي كنت نوقف عليك؟ أسكو كنت يقرأي وحدك ولا كانت الوالدة والوالدي يوقف عليك؟ كي كنت صغيرة أنا ما قدتش نقريش التحذيري ماما هي اللي كانت توري الحروف يشرولي هكا هذوك اللي كاي اللي فيهم تفاح تكتبي بقى المراسس كنت كتبوا لونه أيوا نلون كنت بزاف نحب الرسم ونخربش بزاف وحتى الحيوط كامل 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 خربشتهم من البيبان كانوا بزافي عايتوا عليا كل حال كنت دايمن ادي المسخة كنت شخبت شخابت شخبت 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 شخابت هيا أبقيت هكاك حتى الحقت الثانوي كنت دايمن محافظة على نفس المستوى كنت دايمن نقرأ كنت دايمن اللولاء ماذا تخصصت عليك في التناوية؟ علوم تجريبية علوم تجريبية نشاء الله كنا نهضروا على العشقك على الإبتكار قبل أن نقرأ الإبتكار لأنها متعددة المواهب يعني إذا ما عندكم الفكرة هذي ولا لا لا عندكم اللي متعددة الراصم ميكوب بارتيست زيدي وش عندك تان تخدم واحد البيبونات هكا الكتابة والأشغال يدوية نشاء الله نحب كلش هاي تقولي هاي تحبي حاجة نقولكم أيها نحبها ما هو أكثر حاجة اللي تميلي لها؟ مجال هادا تعل الإبتكار أو لمجال كي ما قلت لي؟ درتي أبليكاسيون ديجا من قبل أحكيلي على هاد الابليكاسيون وقد جدرتها وش من سن؟ درتها في 2020 في 2020 كنت نجوز الباكتاعي درت هاد الابليكاسيون وشاركت فيها تطور بروغرام في الإمارات وجبت لها دومي فينا الحمد لله وحتي للإمارات والأونلاين؟ لا لا أونلاين كانت كورونا هادي نفس الشاركت فيها أنا ثاني تطور بروغرام شاركت فيش ما تلاقي ناش درنا كونش على الزوم صح عجبتني فكرة بلك ما كونش في نفس الغروب بلك ما كونش في نفس الغروب بلك بش شاركت أنت ونعود نرجع المال نسق سيافة شاركت في هذه النقطة أنا شاركت بابليكاسيون وهذه الابليكاسيون تعلمية تبرع بالدم تبرع بالدم يعني باركزمبل دوكا ما نزلنا نلقاو ناس يحطوا ديزانانس فيسبوك يقول لك نحتاج الدم كدا دم كدا على همان ديروش ينابليكاسيون اللي تلمهم كامل قال أفو ما يلحق اللوبيتال ولا تصارد ديك 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 بشيخ بلاس يبعد ميساج ووصل له النوتيفيكاسيون باللي نحتاج الدك الدم فمثم يوجد بش هكا ناس ما تموت شفترك هايلا ما شاء الله فكرة هايلا شكرا لأنه كي يمزف أشخاص صح كي يلحقوا ربما عندوا دمتاع أوبوزيتي فغل يوصل ما كاش يبدأ يحوصوا على متبرعين بسحيه هم يكون يجهزوهم من قبل ويجهزوا المتبرعين من قبل هتكون أفضل وكانت عندوا واحد لاباقتي هكاك تاع المحادثات يعني المرضى نبقوا دايما معهم نبقوا دايما نحفزو فيهم نقول لهم باللي راح تبرع وإن شاء الله وبقوا دايما بوزيتيف يتوب كانت لاباقتي سبيسيال من للمرضى باش نحفزوهم باش أنهم يفقدوش الأمل وأنهم دايما يبقوا إيجابين ما شاء الله وانتي مارا باش شاركتي في نفس اللقاء لي متلاقيتش فيها كنا في الزوم كنا في الزوم كنا في الزوم كنا في البريوت تاع الدميل با هالي اللي ما خلتناش نروحوا لثمار روحوا لدوباي دونك أنا شاركت بالروبوت تاع كورونا شخال جاتني لدي دي ديركت مو رح تشاركت بيها دونك الروبوت التاعي وش يدير نديره في الزوبيوتو هو اللي يدي الماكلة هو اللي ينظف الغرف دونك ينظفهم ديرا واحد الأشياء تحت البنفسجي كشوال إن لامب د Ni هاته فيه دي ديري ثم يدخل المرض يروح لغرفة OUR احد الأخرى يروح ثم هو دي كا نكتول باكتيري هاتك الموجودة فالله يحول الهوا وديرا فيه ثانية تاعة الميتاتور باقيق gì باشي قص الحرارة ودير شغول ننتبيت هاته possible دي دخليه واقلها إن كنت اكتش تاكته اللي ري ... ميدي سين ولا ديمالي يتعلم organizations ما شاء الله عليكم الله يدارك أكرم يعني تقريبا هي تن الروبوت يشبه الروبوت تاعك نهدرو قبل على مرحلة الجامعة قبل ما نهدرو على الروبوت هكذا أكرم لأنه على بني في مرحلة الجامعة جووس تحديات وفي مرحلة الجامعة هذا الطفلي كان دي خمسة وستة المعدل ولا ماجهور دي برومو يعني هنا تنمش متيأسوش أحكي لي هكا باختصار في مرحلة الجامعة فش كانت بان كدت الباكتاعي كنت حوس على حاجة وحد أخرى من مكتب شربي قلت الحمد لله ما قرأت الشيء اللي عندي وكنت أنا عندي صاحبي قارف ليني لك عبد الرأوف هذا شغل دي ما كنت نحكي معه وكان يقول يا وكان العفسة هذه كان ما دي ما نحكينا وياه على الأمار تحت التكنيك أمار تحت القرية وكانوا لي زيفان مو كانوا أمار كما ذلك نهارك اللي حكت الجامعة كنت نحوس على شغل وين نلقى لي زيفان مو هايو كيفا نقدر نشارك اسكو كان كلاب سيونتيفيك اللي هو يلعب دور كبير باش شغل تحسن سكيلز تاك يعني المهارات تاك في الأمور كما هاي كنت نحاول العام بتاعي اللي هو الجبت وتاع قرية كأي إنسان عادي العام الدوزيام شغل وليت نتبع بزاف نتبع المحتوى الإنجليزي ما كنش نسلنا بالجامعة أنه راح نلقى كل شي عند الأساتيدة خاصة مع برامو الدوم الديزويت العام اللي هو الحراك الثاني كورونا وهي رايحة ما كنش تخلي فقط المعلومات لديهم الأساتيدة كنت دير تعليم ذاتي لنفسك كنت نحوز وفي وقت كورونا وين ما كان حتى حاجة يعني حبس كل شي اللي ثم شغل بديت في المشاريع التاعي ما كنش شاريت هكا ضبرت ماتريال كيت هكا طاع أردوين وفي هليكابتر فيها مننا كان من المشاكل أنه كان مشكل في مامرات التعقيم اللي خرجوا الوقت هذوك أنه شغل حبس أنه نهارك يدخل الإنسان ثم ما بهي يبدأ التعقيم يهبط عليه ولأخر لبومب هذوك ما وليش يمشي يا قالي صعب ينوعدنا ماتريال تقدر قالي حوز برك روحت حوزت ولقيت السيركوي ومبعد فهمتها كيف هوليت شغل نخدم بالي برانسيب اللي أنا قريناهم ومبعد فوالا ومبعد أنا ما صلحت ليش كيف نأبليكها في هذا اللي فسد ما شغل جربتها مع اللمبة تاع الضار تسمناها تدخل الضار تشعل تخرش وتطفى هذه هي ما شاء الله اسمها هذا أول مشروع لي درتوه هذا أول مشروع ما شاء الله ومبعد سيبون ثم بديت ومدام وقت كورونا مكاينة هاي أوكي المشروع الثاني كان اسمها تيسلا كويل هذا شغل جانب ثانية ثانوية هي عبارة عن كما قولوا بوبين اسمها سيرك نوحاس يمضور تقرب منه اللمبة تشعل كوريت هالصحابي قال او او امبوسبل او غير كنت متهاني مد صلحت تسمى بعد حوز قلت والاني قرأت ذركان يسين نشوف البرنسبتها وكمام درتها وصلحت يعني كي صلحت تسمى قلتها وكي القراها والبراتيك وشي قلت بعد بعد وقت كان ثاني مشروعي السيانسي واللي هي شغل كماذيك اللي ديروها في اللي في النجارة ولا اللي ديروها مثلا في الخياطة انك ترسم اي رسمة حبيتها في الكمبيوتر تيك وترسمها لك او ديرها في اللوحة او ديرتها شغل طريقة مبسطة انها نحط اي صورة وترسمها لبستيلو هذي وهذه شغل نقدر نديفلوب بها تسمى هزيت البرنسب هزيت كيفة تندار او مشروع ومبعد بديت حلية شيء في اليوتيوب شغل وليت او سما انت ما تركزش على مشروع حدرت العديد والعديد من المشاريع شغل عندي فكرة انه تقدر تطورك بالمشاريع يعني كل ما تدير مشروع وتتعلم بها الفيدة لك وكينا هدو على التحديات وشنو اكثر تحدي واجهك من ناحية في الجامعة انه ما تلقاش دعم خاصة في الامور هذي تاع الماتريال انه ما كانتش العقلية هذيك انه كانوا لكلوب خطرك شكان لكلوب سينتيفيك رحت مرة تلقام يقول لك ما زال جبل الورقة هذيك وزيد لي هذيك وزيد لي هذيك حتى انت تخلي مكلة ما هم مني شغل وليت تماما كونش نستنا منهم حتى حاجة وليت نخدم كل شراهي ومبعد في وقت لالي لسونس تاعي شغل عندنا دوزيام سماس نديره ببروجيب ثم شغل بديت في المشروع تاعي اللي هو مال تضع الربوط اللي هو عبارة عن الربوط نبعته يدير العمليات الخطرة في المناطق وين الإنسان ما يقدرش يديرها كأتفال الحرائق أو القيطاع العسكري مثلا كما تفكيك القنابل ولا مثلا في المصنع اللي فيها مواد وغازات سما إلى غير ذلك وكان مشروع تاعي ثاني عنده قيطاع فكان في القيطاع الصحي كما الفكرة تشبه المشروع تاعها كما الفكرة تاع ماران سال يومجي نحكو على الفكرة تاع الربوط تالي يروح لمناطق الخطرة انتبعت لنا فيديو هكذا دبيلة باش تشرح لنا أكثر والمشاهد أيضا باش يعرف أكثر البشروع تاعك تشرح وين احنا عاملين فيديو اوكي؟ هايل فقط تبعت لنا الفيديو إذا ممكن هايل اوكي يلا تقدر تبدأ تشرح لنا في الفكرة المشروع هذا عنده طريقة جدا بها تحكمه في الربوط هذا واللي هي الإيماءة باليد وثاني هذا الربوط مزود بكاميرا الكاميرا هذه تبعث الفيديو كما قلوا live streaming وهذا الفيديو مدعم بتقنية ذكاء الإستماع كما تلاحظوا راكم تشوفوا أنه يمدلك كده نسبة الدخان ونسبة الحرارة اللي كانت هذي راح تعاون رجال إطفاء في إطفاء الحرارة إلى غير ذلك وايضا ذراع الربوط هذيك نقدروا نبدلوها إلى عدة أمور مثلا طفي النار ولدي العمليات خاطرة وثاني ثاني في القطاع الطبي مثلا دير كما قلوا الحقن هذيك إلى غير ذلك وثاني هذا المشروع شغل الفيرزيون التاع والليولا موجهة للقطاع الطبي لأنه عندنا بزاف أطباء فقدوا الحياة التي تحهم بسبب تدخولات وديركت إكزامينايشن يعني يديروا معين المريض مباشرة فقدوا الحياة التي تحهم على ما نخليوش الطبيب في بلاصة وهو يبعثوا الربو هذا ويدير بلمعاينة يشوفوا وثاني يقلبوا كما أحب بفضل تقنية ذكالي الصناعي يقدر يمدلو بريدكشن يعني يتنبؤ المرض اللي يقدر راح يصراله أوك يقدر يحكم المرض هذا قادر المرض هذا وثاني هذا حندخله نطوره إن شاء الله أنه راح يولي في بلاصة لقال المالات إنه مش في عوض أنه تحكم النيرس أنه تبقى الكديمة هي تعسلك المريض وتحوسلك على نسبة سكر ونسبة ضغط دم عدي الروبوت تبرونشي بليكابتر ولا هو يعسلك المريض هذك أشفانتكات ويبعث لك اللي ضغطها في الإيميل وإلا في أسامس هذا هو المشروع التاعي ما شاء الله هاي ما شاء الله كنت بعتلنا زوج لي فيديو يك واحد تعليك تشرح لنا فيه والآخر تعويش؟ تعال البروتوطايب واللي هو نموذج درته كما قلتكم في الإليسونس تاعي درته بميزانية تعيطال يعني حاولت نقص حاجة ما ما نلقهها شنا راح نيسي نخدمها شحال جاتك هكا كالميزانية تقريبا؟ مليونون نزوجملين يعني نقصت بزاف أمار وكما كانت تقنية هذك تاع الـ FPV واللي هي أنك تسمح لك أنك تشوف كما تشوف اللي ضرع يعني نراك عايش الثم كما نلاحظ هنا هذي هانجزشور هذي بتاع الإيماءات بليد وهذا ثاني فيه أبليكاسي نقدرون أن نتحكمه ثاني في الروبوت هذا عن طريق تطبيق في الهاتف برابو م شاء الله وهذا هو الـ VRBOX لأن الـ FPV تكنولوجيا هذه التقنية يعني اللي هي تنقلك بث الحي للفيديو وتقدر تشوفه في الـ VR كأنك عايش الثم أنا ما درتش بشي هذك إسييت يعني درت طريقة بليز أبليكاسيون أنه بتكلفها قليلة تقدر تشوف تقدر دير الحاجة الكبيرة هذي من شاء الله بالحاجة اللي راه هي متاحة والله ضرابو الحاجة المتاحة الفكرة هذه أنك تساعد الأشخاص اللي راهم أو ربما الموظفين اللي راهم يشتغلوا يعني وظائف خطيرة كيفش حتنجاتك؟ من وينز يعني حتنجاتك دليدي؟ نعم في الوقت هذه كانت سلسلة الحراق في الجزائر واللي راحوا فيها ضحايا بزاف من رجال أطفال وثاني في كورونا فيروس كانوا بزاف ناس فقدوا الحياة التي تتاحهم ديما سمعوهم واحد تلقاهم ناس كبار في الطيب ومن بعد فقدوا الحياة التي تتاحهم لأنهم ديما تلقاهم مباشرة مع المرضى اللي فيهم المرضى هذا تاع كورونا ومن جهة أنا شغل عندي هواية أنه نحب نروح نخرج عندنا شغل مغارات لها في البلدية مغارات ما زال ما اكتشفوهاش الناس شغل كيما بلاسة كيما قول بلاجة تعني مجيثنتمور في الخلويث البلاسة هذي أنه شغل تدخل تلقى الخفافة تلقى بلايس غامقين يعني تدخل أي اوش قلت قلت لا ندرش عفسها نبعثها ونشوف الشي هذا وش كاين الهاي بلا ما نروح نعرض الحياة تعني الخطر ونفس الشي شغل اللي بدأت ايدي تطور ايدي قلت علها ثاني للقطاع العسكري أو ثاني شغل في كي يجي ويديروا دي سمونت اليمباب يعني تفكيك القنابل ثاني هو كي يحتاجوا الشي هذا علاها النبع السنة الجندي رح يدير لك التفكيك هذاك بريسكي بحياته صحيح ونحن عم بلنا قادر الترطي لقدر ربي فهمتيني صحيح ما شاء الله عليك أكرم الله مرادو الله هي الفكرة بسي فهمتين مشاهدين على بل لكم مستمتعين مع نقدر نقول نوابغ تعنا ومتكرين تعنا والمخترعين رائعين لو متباجدين معنا نروحوا فاصل أقصي ونقولوا أبقاو معنا مرحبا بكم حبايب مرة أخرى عزيزتي حياتك براك تشوفي يعني ما شاء الله أكرم الجانب الإنساني يعني ما شاء الله فكرة هي لا ودايمن مهملش الجانب هذك الإنساني ما شاء الله انتي تاني يعني حتبتي ايه يتوافق مع الجانب الإنساني اللي ركزت عليها في الابريكاسيون تاعي وحتى في الماشين تاعي تاني ما شاء الله قبل ما نروحوا نتكر معنا مشروعك ماذا بينا تنعرفوا منين جاك هذا الإسرار منين جاتك هذا الفكرة؟ كما قلت لكم قبلة حكيت لكم على مشوار الدراسي من الابتدائي حتى التانوي جدي اكسيلونت ايه بخيطة الباكتاع اللي والمديتو شبه مش كما كنتم توقعها كما كنتم توقعها عالمة بزاف عاليا ومبعدتو حتفي علامة مش عالمتي عالجبتي ديتو تخيز ومنتيش حاكوتي تستنياي كنت نسناك شديسات ولا ساز كينز أو مو معلش مريت هكا بفترة اللي كانت شفيا عصيبة ايه من بعد قاعدت مع روحي قاعدت نخمم حيات لازم تعودية تشدير روحك والفو تعودية تبدأ من جديد قال هاد العالمة عمرها ما تمثلني ولا تمثل مستوتي ايه من تم بديت نحوص على بديت ندخلها كاف الامورات بديت نسي حواية جدد باش بارك اني نفرض روحي قال والا انا ثان نقدر نمد انا ثان نقدر ندير اوه لما عشين هذي كفاش جاتني لديت تحق خطرة كنت نتوضى باش نصلي ايه يبخي شفني بابا قال لي ايه باك تخسري بزاف الماء على هاد التبذير ايه ومبعد عناك كنت حاش ماء نشفى ذاك العام كنت نجوز لباك تاعدو زيام قاد هكا مع روحي في البيرو قلت وي صح ممكن سيقو ممكن ديرو ولا فيسال نستهلكو بزاف الماء على هنروح ونرميوه وحنا قادرين نعاودون ونرسيكليوه حكمت ورقة حكمت قال المراصاس نشفى قال المراصاس قلت نقرأ التاريخ وجورافيا بديت نخربش 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 فوالا بانت لي ليدي ايه منتم وليت نطور فيها بشوي 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 كل خطرة نزيت حاجة نقص حاجة نبدل الديزاين نزيت فيه هيا وما لغو زمان لدي مميين باش اني نخدموه هكاكو رح تشدي الكارتونة وخدمتو تسما في راسي على بالي كل بياسة نخدم بيها تسماكي تهضري على هذا المجسم اللي خدمتي بالكارتون هو نفس الصورة اللي بعتتي هنا اكي اوكي ديرونا فقط الصورة تعيشو هاي اشرحي هنا هكا باش تفهموه تفضلي هذا هو المجسم تاعي خدمته بالكارتون فيه زوج اجزاء السوفلي يسخم الماء لدرجة الغلايان والرحيت بخر يطلع على الفوق رح يصطدم بواحد الجزء بزاف بارد ثم رح يتكافوا هذوك القطارات على البخار او اللي ماء مقطر ويهبط من الكوتي الاخر من الانبوب بالخاص به هذا ما كان جور هي فكرة بسيطة بالصح تعتمد بزاف على التصميم التحى اتما اي حاجة غلطة في التصميم يروح لكلش ما قلتي قلتي باللي راكي درتي هكا مجسم يعني كارتوني انه تسقام غالي حتى وشفتها هكا تسقام غالي بزاف ولموين ماكاش قلت والله ما نخليها رح نخدمها بكرتون بالشي اللي عندي دايما نحب نوجه هكا رسالة انه شاباب ما تديروش حجة انه ما عنديش المواد ولا ما عنديش دراهم ولا عندك كارتون عندك وارق دب الراسك المهم اصنع حاجة لتقدر توصل بها لدي تاعك ما شاء الله عليك ما شاء الله الله يبارك انت اكد باللي بإذن الله تعالى حتلقي الشخص اللي رح يدعمك فهذه المشروع اللي نقدر القول عليه انساني مشروع ايضا كن نشوفه باللي حتى في الجانب الدين تعنا تعبت بالدروش المياه يعني كأنه استنطاته من فكرة فديننا ايضا اكيد تقدر تستعمليه بزاف مجالات مثلا مجال طب عندنا بزاف مرضى اللي عندهم التلاوي التحمسة فابا ما يقدرش يشربو هاد الما نغمال ثم لازم يكون ماء مقطر لازم يغلوه ثم هاد الماشين نقدروا نديروها صغيرة صفي لهم المتمتم صفيه تبردو ويشربوه كيمثاني مع الوقت كنزيدو نطوروه نقدروا نخدمولو دي كنت خيمة تعليسال منيغو يعني يقول لي ما نرمال قال مثلا صفيت دولي تخطع الماء نزيد له كمبريمي واحد ونشربوه عادي كيمال ما تعال سعيدة كيموا نقولو ما شاء الله يعني المشورتاك مراهوش فقط يقتصر على المياه باللي انا باش منبدجوه حتى يفيد الجانب الصحي مرابو الله ما شاء الله عليك صرتو مع هاد الفتره تعال الجفاف كان عندنا واحد الباغا شعكة كبير بزاف وشتو نشف دونك قلت لازم كل واحد فينا يحس بالمسؤولية تحشي اللي رويسها إلا انا نقتاصد انت تقتاصد والاخرين يقتاصدوا لا كريز راح تخف صحيح بارك الله فيك يدك السحة عزيزتي مرام كما شفتك كل من اكرم وحياة تحكونا على المشروع التاح وبدأ بنا ايضا نعرف مرام على المشروع التاح تحكينا عليها اكتر وتحكينا ايضا المشاركات التحوين كانت مشروع التاعي الول كانت هو عبارة عن تاع روبوت تتبع الخط دونك كنت في برمياراني كنا نقرأ جيني سيفيل دونك الاشتاثة كانت مهتم بزاف في هذا المجل تاع الابتكار كنت مين ذا كندي له لربو نخدمهما كهذاك كنت نديهم له ومبعده وجهته فكرة انه يدير مسابقة شغول كنا نديره مسابقة تاع الشعر وتاع الادب ونا دخل مسابقة تاع احسن ابتكار علمي درنا باش نشجعو مام التلاميذ اللي ثمان شجعنا كي طلعت بريزونت تتفوالا بلي طرحت لهم طاب روبوت تتبع الخط وشحال نبرمجو بار اكزامل دو دمي سنتيم كي تباحو شغول بدو شغول لي انتريسيو لهكا التلاميذ بهذا المجال ومبعد بديت ندخل في المسابقات ومبعد عدت مابينة ثانويات جيتي تجور لي مير داينة ما عندي الشك ما عندي الشك بلي كنتيم بين الابائل تجور ومبعد ان دو ميل وين كي جينا في كورونا فيروس خدمت هذا البروتال اللي حكيت لكم عليه شاركت في في المسابقة العالمية جيتي من الان طب توانتي عشرين الابائل ما شاء الله ومبعد رجعت كنت جيتي دجا في المم كنخدم فتاع القاز بسكو جيتي انتريسي ومبعد تحرقوا مساكن كما يماموا باباهم ومتوفوا وربي يرحمهم كان فيهم يتحرقوا وكان اللي يشغل كين تفكر المنظر كان اللي محروقين منها بقيت فيها هذه الفكرة نطور حلل لهذا المشكلة خلال الغاز في البيت ومبعد تقريهة الان فيبيت بديتها بشوية تتسرب الغاز تصوني ومبعد قلت لالا بلك يكونوا لك ديم ميسموش ومبعد طورتها تتفتح النافذة كما حكيت لك تتفتح النافذة إذا كانت الذين يتسرب الغاز ومبعد قلت لك ديم ميسموش منذ إفتح النافذة لكي تتسرب الغاز ستنضر رياشة بديت من ضمن العلاج ومبعد قلت لالا بل فترة سنشرح بها وممتون تشاغفة سأشارك في المسابقة تشاركت مع الغاز برق وحده شاركت المسابقة الولائية الغير أعطيت المرتبة الأولى. وبعد عام 2020، خدمت هذا. هذا عبارة عن سمارت هوم. ماذا بينا تشرحي هنا؟ سمارت هوم. فضلك. لأنني مركزة على الغاز بزر. ساحذك هذا السمارت هوم في شفي. فيه الغاز تاي. عندك الغاز. كيف تسرب الغاز؟ ديركتمو عندي الروبيني من هي. إن أغلق لكم الروبيني ديركتمو عن تعلق الستاسيون. شغولت على الدار تاك. ينضل لك في الدار تاك للألغم. ويتبعث لك خدمة تليفون. كي تسرب لك الغاز. تبعث السمارت ديركتمو عن البروتكسيون سيفي. وش فيها السمارت؟ فيها للكازيون تاعك. باركزمبل هذيك الدار. وين تسرب الغاز. واسمارت واحدة أخرى للمول الدار. الشخص المعني بالأمر. بللي فوالا في داكرة. بسرب الغاز. بلافو. وش فيه ثاني. فيما أننا حسست على الحركة. باركزمبل. يدخل الغاز. ينضل على الألغم. ومثلون كل شراء في الابليكاسيون. يبعث لك بليرا واحد تسخل دار تاك. ديرا الباب تاعي. نتحكم به بل. نبعت له اسمار. نبعت له اسمار. نبعت له اسمار في التليفون. نقل أوبني تفتاح. كله زي تغلق. وعندي ديرا من هي ثاني تعلما. عندي تعلما ديرا كي يزيد. كي تعمر المعني ديرا من الضواب. الأحمر كي تعمر المع. كي تعمر ديرا كي تنغلق واحده. يعني ما تفايدش سيتيرنا بحقنا في دارنا عندنا. تفايدش سيتيرنا. سبب القاتل هم الحل داتهم. خلاص. ومبعد كي تعد في النص عندك الشغل اللامب جون. وكي تعمر شغل كي تعد نورمال تجيك اللامب باق. ما شاء الله. ودائلة ثانية فيها تحسس تعالى النار. حسس النار حاليا رانيا نختم فيه. أنه مثلا كي تشعل حارق في الدار. يعني في أمام توم من هذيك القرار اللي كتوف في الورا ذيك لاني دارتها. تنظل الموتور دوسويقلاس. بسكو ملقيتش موتور كبير. ودرت الموتور دوسويقلاس مع الطنوبيلات. ودرتوا بسكو موتور دوسويقلاس مع الطنوبيلات. ومن هل تحسس بموتور دوسويقلاس مع الطنوبيلات. كي تعمل النار ويخرج متوئ ويطفي النار ويطفي النار. ما شاء الله سما هذي مازالك تخدمي عليها. نعم ولكن نعم. تحسس المنزل داكي تحسس ما يشبل الأول نقطة تحسسين القاز. أنا أوليون دير رياشة ولنفتح التاقة مباشرة أنا نغلق أحسن حل نغدة تانية كي تجي واحد حيدخل لك لدارك هنا رح يقولولك بالكين عبابا سر يقوله رح يعلمه ويتغلق لما نفس الشي يتغلق بشف سيتنا ما تفرق خلاص حتحل لنا أزمة المياه بإدلاح يتحل أزمة المياه مع معرأة مع حيات فوالا أم بعد فلافان بميل فنتايا شاركت في المسابقة الوطنية لإبداعات الفتاة هاوليكم ليسا حصلت للمرة بالثالثة وطنيا وم بعد وآخر مشاركة لكم وين كانت مع بعض كان المسابقة قبلها شاركت فيها في الفتاع اليونسيف بتاع المقاولاتي الاجتماعية شاركت ثاني بتاع القاز وجست ركزت على تاع القاز وم بعد جدت المسابقة تاع الوز أليا تجتمعنا فيها وأجمل لقاء وأجمل اجتماع صحة أكرم جائزة القمة العالمية هذه نظمتها المنتدى الشباب للشركة الناشية أو رواد الأعمال هي اللي كانت في الإطار تاحها شاركت ثاني بتاع القاز هذي وم بعد شوفي كدخلت في بديت في الانفرميسون تاع الانتربرونرشيب بديتنا فهم حاجة اسمها ديري لوغو ديري ديزاين هذو حواج بدنت تعلمهم محدي ديري دونك عطيتلو لتاعي الاسمتها إنقاذ تيك إنقاذ تيك درت تيم ديفولوبمنت يوث هذا التيم بتاعي وش رح يكون فيه رح يشغل أشاك فيه كيما لإنقاذ تيك رح من تعمل هذا التيم ومزي ما رانا ديرنا ديجا ديجا بدينا ندير في مشروع وحد الأخر ثاني رح يكون في الدخل في ديفولوبمنت يوث يعني ديفولوبمنت يوث رح يخرج مشاريع بزير من شاء الله نيقعد مع عوضانا والله اللي فرحانة بيكم عما كني مستمتعا بالحديث معاكم يعني كأنه ما عندكم عشرين سنة نفس الشيء انت اتنين وعشرين ولا واحد وعشرين سنة واحد وعشرين من شاء الله في سن العشرينات رأوا عندكم أحلام عندكم طموحات أكبر منكم يعني فأنا راني رايح ندير حاجة للإنسانية وفي نفس الوقت راني راح ندخل بها للمجال ربما تع المقاولتية ولا مجال تاريادة الأعمال ماذا بينا يعني في الدقائق نزعفك نقول الدقائق القليلة اللي قعدتنا ماذا بي يكون نقعد ساعات وساعات مستمتع معاكم ماذا بينا نزيدوا يعني نتكلموا بالمختصر على المجال تع المقاولتية وتاريادة الأعمال وشن هما طموحاتكم اللي يعني اللي يعني المستقبلية وشن هي أكرم طموحاتك أنا شغل كيف أبدأ في المنجل هذا كي كنت نحط لي فيديو هذا على الحواج اللي نخدمهم كان واحد جاري عنده علامة ابتكار من مزارة شركة ناشئة على الزراعة المائية قال لي أكرم أنت عندك حواج إيسي يجيب لابل قدر تعاونك على بالك راح لضمانديت من سيت واحدة ما لحظينا لما ويلو راح تواحدة ضمانديت الحمد لله بعد شهر بعثوا لي لابلتاي بعد ثم دخلت في برنامج دائرته برنامج الأم المتحدة في الجزاء بناد دولجيري وسمه يوث ليدرشي ببروغرام واللي هو برنامج شغل في أربع أيام شغل تعلمنا الانتربرونارية كان مدخل لنا شغل تفهمه كيف تحكم تروح من فكرة أنك تروح إلى البروتوطايب كيف أنه تردو برودوي كيف أنه حتسوق المنتوج كل أمور رائفة ناليا نحن من فكرة إلى كيفاش نشرح الفكرة إلى كيفاش نسوق للفكرة هيا ما شاء الله بعد شغل وليت ندخل في الزيذانمو دخلت وكانت شاب فكرة مثل المرتبة الأولى في الذكاء الإصطناعي كانوا بزاف دي زيذانمو ولكن دي جاء أصلا دوك الآن في دورة ولا في إيذانمو وناطم دي جاء لكم في المسابقة أصلا دي جاء لكم إن شاء الله إن شاء الله يعني على ذلك اليوم الخميس كان أول يوم تاحا هاكا كنت جيتوا باش تمتعوا المشاهد بالحكايات بتاعكم الله سعيدة بكم ما شاء الله بدأ بنا قبل ما نختموا أنه كل واحد فيكم هذه دائما نقولها أنه يشوف الكاميرا ويوصل لرسالة لكل شخص يشوف فيه رسالة تاع دقيقة أو أقل تموت فيه الناس يحتاجوا بواحد يحفزهم تفضل هاكي كاميرتك كشباب عندنا أفكار مأمنين بالأفكار التاعنا ومأمنين باللي كانوا ناس تسمى حيعونوا مش حيخليوا إن الشباب لقع هكاك ونتمنىوا إنه نلقوا دعم نتمناوا إنه نلقوا ناس شوال تحتضن الأفكار التاعنا وإنه دعمنا خطرة مش غير أنا يعني ننظر باسم الشباب بزاف عندهم أفكار وما قدروش كيفا يبدوا بسبب البسيط أنه ما عندوش أدنى حاجة بها يقدر يبدأ بيها إن شاء الله فيها خير وشكرا إن شاء الله ربي بارك فيك أكرم نفس الشي حيات الكاميرات تاعك ووصل لرسالتك الرسالة اللي حابة نوصلها للشباب أنكم عمركم من تفشلوا أبدأوا بالشي اللي عندكم وثانين أمن بزاف قدرات الشباب على بلي بلي كان بزاف 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 دي كومبيتونس هنا في الزاير ونتمنى أنهم يتلقوا التفاتة من الناس اللي راهم في الدومان وأنهم يدعموهم بش أنهم يمضيوا أكثر فأكثر في الدومان هذا ربي أحبك بارك الله وفيك نفس الشي عزيزتي مع لها صرع البي كان عندي ما قوله تجير نخدم بها كل شيء أي حاجة راح تمر دوام الحل من المحال يعني الكاميرات تاعك وهدريها لهم باش تلحق دي شاء الله دائما آمن بنفسك وجاملة تطيح وجاملة تقول هذه هي النهاية وإنما أحيانا في يقولك بعد المخار تأتي الولادة دائما الواحد لما يوصل المرحلة يقولك هنا خلاص تحياتي ما راح نقدر نوقف ربما في هذه إذا اشتدت رايحة تفرج وأنتم ما شاء الله عليكم كل واحده التحديات اللي واجهها كل واحده يعني والأحلام والأهداف تاعه وصلت ربما تحقيق هدف معين ولكن مازال الطموحات أكبر وأعظم شوفي سارا كل ما تحقيقي هدف راح راح تفتح لكلابيتي باش يجب تحقيق أحدف تاعك اللي من قدام قاعد بتلي ساحة الكلمة تفتح لكلابيتي وأجمل شيء أنها تفتح في هذا المجال أجمل شيء أنها تفتح في الجانب تالعلم شوفي سارا أنا كنت مركزة جوزة على الذكاء الإصطيناع ومبعد كدخلت في الانترابرنورشيب بديت أشوف بلي نكون ديزاينر بديت إننا هدو فرق زمبل لحواجة بدأت نخدمها من روحي أنا هي مشيز عما كينا كذا كيما فتاة WSA تاليونيسيف هكا نجي بي كونتاكت تاوعنا ومبعد كشم حاجة نسحقة نروح لي كيف برقز ومسحقة هذي كعطيني كأناب نخدم بيها أو لا ومبعد بروحك راح تبدي تطوري روحك مرحك أحديدي ديري تطوير ذاتي كنت سعيدة بكم وبتشرفة بتواجدكم معايا بياريت الوقت كان أطوال وأطوال بش نستمتع أكثر ومتأكدة إن المشاهدين أيضا يقولوا هدو من الشباب هنا في الجزائر واو ما شاء الله نعم هدو الشباب جوه استحديات جوه الصعوبات بصحكي طحقا لا لا ماشي هذه النهاية راح نعاود نوقف على الجدية وانتتان إذا طحت عاود نود حفز نفسك بنفسك وما تنتظرش التصفيق من الخاج سفق على روحك في كل الإنجازات اللي تقوم بيهم وأكيد قبل ما نختم نقول شكر خاص ليسمي الفاشن على الفستان قلها بارك الله وفيك وربي يحفظك وانتوا ما وش نقولكم قلكم لحياة حياتكم والحكاية حكايتكم خلوها حكاية نجاح بقى على خير